الحكومة الفنزولية اتهمت المعارضة بالتحضير لانقلاب عليها ولإثبات ذلك أعلن وزير العدل نستور ريفيرول مصدرة العديد من الأسلحة والذخائر كما صدر جهاز تخزين سجلت عليه خطة الانقلاب وقد أوقف عدد من قادة المعارضة ومن جهتها وزيرة الخارجية دلسي رودريغز أجرت مؤتمرا صحفيا اتهمت فيه المعارضة بالتحضير لقتل المواطنين الإجراءات الوقائية للحكومة الوطنية تفادت مجزرة القناصة كانوا يهدفون لقتل المواطنين ليبيعوا للعالم صورة سيئة لبلدنا إننا نسجب هذا العمل قادة ونخبة المعارضة ترغب بتشويه سمعة فنزولا في العالم أما تحالف المعارضة فينفي هذه الاتهامات ويندد بتصعيد مستوى الملاحقات التي تمارسها الحكومة بحق عضائه هذا وشهدت شوارع كاركاس مظاهرة ضخمة قبل يوم تطالب بتنظيم الاستفتاء حول بقاء الرئيس نيكولاس مادورو تطالب شكرا